شاهدت الساعات الأخيرة في العراق تطورات ميدانية كان أبرز نتائجها انتزاع القوات العراقية السيطرة على كاركوك ونفطها بعد انسحاب البشمرقة واتبع ذلك أعلان الحكومة العراقية عزمها تعزيز الطاقة الانتاجية للنفط في كاركوك إلى أكثر من مليون برميل يوميا ما هي تبعات هذه الخطوة؟ هل هي تصحيح لخلل قائم؟ أم تجاوز من السلطة المركزية؟ وهل نحن أمام مرحلة يستعيد فيها المركز دوره الدستوري أم يفرض فيها سطوته وسياسة الأمر الواقع على الإقليم الكردي لمناقشة هذا الموضوع معنا من أربيل الباحث السياسي هندرين أحمد ومعنا من بغداد الباحث السياسي عصام الفيلي أذكركم مشاهدينا بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ هندرين مساء الخير داني أبدأ معك أولا تصريحات لافتة وسريعة من البسؤولين العراقيين ومزارة النفط تحديدا بأنه سيعاد ربما إعادة تأهيل المنشآت النفطية ويجعل الطاقة الإنتاجية أكبر من إقليم كاركوك هذه التصريحات متسرعة يعني الغبار المعركة إذا جاز التعبير لم يهدأ بعد لماذا الإسراع من قبل الحكومة المركزية في الحديث عن هذا الموضوع الآن تحياتي لك ولجمهور ولضيفك طبعا التصريحات تأتي تلوى يعني واحد تلوى أخرى لأن حتى يكمل الزحف العسكري على إقليم ومناطق النفط وانتصار العسكري حتى يدعم هذا الاتجاه الدعم المعنبي لهذا الاتجاه بأن سلطة مركزية الاتحادية فرض سيطرته وإكمال اللوحة بكاملها بأن النفط عادت إلى سلطة مركزية لهذا النفط يعني أحد الملفات أو أحد الملفات كان بين الخلافية بين أربيل وبغداد ولم يحل ولم يستطع أربيل وبغداد يتوصل إلى حل هذه القضية لأن كان هناك نية مبيتة من البغداد لعدم إصدار قانون النفط والغاز وضمن الدستور العراقي بالنسبة للإقليم كرسان هناك مادة لإدارة هذه الحقول بما أن زحف العسكري انتصر على الساحة من ناحية جغرافية ويوجه الجمهور العراقي إلى ملف أن السلطة الاتحادية يستطيع أن يصل إلى أي شيء يريده أو يبسط سيطرته عليه هذه القصد من هذه الإعلان لأن النفط قبل 2016 كان أيضا هذه الحقول بيد سلطة مركزية وعندما جاءت الداعش سحبوا الجيش العراقي ودخلوا قوات البيشمرقة وحرروا المنطقة وحافظوا على هذه المناطق الشبكات النفطية وشبكة النفط وأيضا الحقول النفطية أستاذ عصام مساء الخير مرحبا بك معنا ما رأيك الأمور تبدو وكأنه من حسب التصريحات بأنه كل المسألة كانت بسبب النفط وأن كل هذا الحماس على استعادة كاركوك وإخراج البيشمرقة منها وكل هذه الأمور بسبب النفط لا أكثر ولا أقل هل هذا دقيق برأيك يعني أولا تحيي لك أستاذ مهند لضيفك الكريم والمشاهدين الكرام أعتقد أننا حينما نعود إلى الدستور العراقي ينص أن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي وبالتالي طالما أن كاركوكي جزء لا يتجزأ من سيطرة السلطة الاتحادية فبالتالي بات لزاما على الدولة العراقية أن تستثمر هذه الموارد في خدمة الشعب العراقي هذا في الحالة الطبيئية يا سيد أصاب أنا لا أختلف معك في هذا التقييم ولكن نحن نتحدث عن أن القوات العراقية لم تنهي إعادة انتشارها في هذه المناطق لماذا هذا الاستعجال في الحديث عن مسألة النفط الآن واستدعاء شركات أجنبية والاتصال مع بريتش بيتروليوم وكل هذه الأمور يعني أولا طالما أن الأمور أولا جانب الأمني تقدره الحكومة العراقية هذه مسألة من الناحية الفنية أيضا أن اليوم الحكومة العراقية تجد نسها ملزمة بدفع رواتب إلى موظفي الأقليم بالتالي في وقت مرة ما يقارب أكثر ما يقارب دعني أقول من سنتين ونصف أن رواتب الأقليم وموظفي الأقليم شبه متوقفة بالتمام والكمان إن كان إلا يدفع ربع راتب لذلك هذا الموضوع بحاجة لتعزيز موارد الدولة ولا بد أن جزء من عملية تعزيز موارد الدولة أن هناك حقول كانت دعني أقول لا أقول أنها يعني على الرغم أن هناك اتهامات بأنها كانت تستغل من قبل إدارة الأقليم أنا دعني أخذ نصل لها نقطة معينة نقول أن هذه الحقول كانت متوقفة الآن بات نزاما على الحكومة العراقية أن تستزمر هذه المقدرات المالية من أجل القيام بجملة من الاتزامات المالية تجاه مواطني الإقليم كمواطنين عراقيين في هذا الإطار ذهبت الحكومة العراقية على فكرة ليس في هذا الاتجاه فقط وإنما حاولت أن تجد خطوط بديلة غير الخط الذي يمر عبر أراضي كردستان خط آخر باتجاه تكريد ثم الموصف ثم بقية المناطق باتجاه تركيا هذا ما جعل الحكومة أن تذهب إضافة إلى كل هذا أنا أعتقد موضوع استثمار النفط والكل يعلم أن كاركوك تعاد من المناطق هناك من يقوم مختلف عليها هناك من مكتزعة هناك من يقوم متنازع عليها المهم هي الآن في ورعها هذا بات نزاما على الحكومة أن تذهب باستثمار كله ليس فقط النفط النفط الغاز المقدرات الاقتصادية التي تذهب عائداتها إلى ميزانية الدولة العراقية في وقت أن العراق يقرض الأموال من أجل تسديد رواتبه وبالتالي لا يؤقل أن يبقى العراق يستقرض الأموال ولا يستثمر مقدراته الاقتصادية بما يحقق استحقاقات والتزامات الدولة العراقية تجاه مواطنية هذا جيد بالمناسبة إنتاج الإقليم كردستان كان حوالي 600 ألف برميل يوميا نصفها كان يأتي من كاركوك حوالي 300 ألف برميل يوميا ولا أعتقد أنها توقفت ربما انخفض الرقم ربما أستاذ هندارين يشرح لنا أكثر بحسب معلوماتي الإنتاج كان يتروح بين 250 إلى 300 ألف برميل من حقول كاركوك هل هذا الحجم الذي نتحدث عنه الآن كان الالتفاق الذي جرى السنة الماضية بأن يصدر إقليم كردستان أو يسلم إقليم كردستان 550 ألف برميل يوميا نصفها من كاركوك وعن طريق السومو نصفها من كاركوك ونصف الآخر من الحقول الأخرى كانت هذه الحقول كانت تعمل ولم تتوقف وحتى الآن تعمل لكن بإنتاجها الأقل وأريد أن أشير إلى قضية أخرى أن الوضع الأمني ليس بمستقر حتى يفكر الحكومة العراقية باستغلال مواردها في هذه لأن خطوط التماسية وخطوط النفط التي بها توتر أمني وانتشار القوات العراقية وقوات بيشمرغة موجودة في المناطق ولا أتصور أن يكون بهذه السهولة أن يفكروا إلا إذا كان هناك نية باحتلال كل كردستان وبعدها يكون هذا بالعق العراقي لماذا برأيك يمكن أن تعطي القوات بيشمرغة استئناف الإنتاج أو استمرار الإنتاج من هذه الحقول حقول كانت كوك على الأقل لا أريد أن أقول أن القوات بيشمرغة يوقف تصدير النفط أو شركات النفط لأن هذا حتى الآن لا يعمل هذه الحقول ومفتوحة لكن الوضع الميداني لا يبشر بالخير في هذه المناطق وثم هناك توتر ولم يمر 48 ساعة على أحداث كاركوك وهناك إعادة الانتشار للقوات هناك إعادة الهيكلة للقوات بيشمرغة داخل كردستان وهناك اتفاقات أو تهديدات باحتلال مناطق أخرى بمعنى أن الوضع الاقتصادي والوضع السياسي نحو تدهور أكثر عندما يقول حكومة المركزية بأنه يستثمر أو يوجه الشركات الأخرى لاستثمار في هذه المناطق هذه بعيدة وهو عملية لتمويه القضية بمعنى أن هناك استقرار وهناك سلطة اتحادية أيضا هناك نقطة أخرى بأن القضية النفط أريد أن أشار إليها أن قضية النفط هي إحدى الملفات لكن القضية الأساسية أن الاتجاه السياسي الحاكم بالعراق ويفكر وحتى المحللين مع احترامي لهم حتى المحللين يفكرون بأن هناك دولة بسيطة ودولة مركزية ويتناسون عن الدستورة العراقية دولة اتحادية ودولة فدرالية هناك إقليم واعترف بها دستوريا هناك مادة يشير بكل وضوح استغلال الإقليم كردستالي موارد ما بعد 2003 هو يديرها وحقول الأخرى ما كانت داخل فيها حقول كاركوك أستاذ هندرين خطوط 2003 حقول كاركوك مش داخل فيها وبالتالي إنتاج الإقليم من حقول كاركوك عليه الكثير من علامات الاستفهام لماذا كنا نسمح للإقليم بإنتاج النفط في هذه الحقول والآن نمنع الحكومة الاتحادية من القيام بالشيء نفسه حتى أؤكد على المعلومة بأن كان هناك يوميا 150 ألف برميل من حقول الكاركوك كان يسلم لسومو وعائداتها تروح للحكومة المركزية وليس الإقليم كردستان بما أنه لم يتوصلوا الطرفان إلى اتفاق وعي قانون يعني ينظم هذه العملية صارت أمور وعندما حكومة العراقية بزمن سيد نوري المالكي بتجمية 17% من ميزانية إقليم كردستان قطع ميزانية اضطر حكومة إقليم كردستان ببدء بإنتاج النفط وتصديره لإدارة أنا أتحدث عن حقول كاركوك تحديدا أستاذ هندرين وليس عن الحقول الأخرى نعم حقول كاركوك يعني كانت هناك الموظفين كانوا نفس الموظفين السابقين والإدارة كانت نفس الإدارة اللي كان يدار حتى جزء منها يروح يعني باتجاه بغداد وجزء 150 ألف برميل كان باتجاه وباقي النسبة كان من حقول الجديدة ليديرها قليم كردستان وليس من حقول الكاركوك طيب أستاذ عصام ما رأيك أولا أنه يعني هذه الحقول تقع على خطوط تماس وأن الوضع الميداني غير مستقر وكما قال الأستاذ هندرين لا يبشر بالخير وبالتالي لماذا هذا الاستعجال في إطلاق العنان لمسألة إنتاج النفط وكل هذه الأمور يعني أنا دعني أقول هناك مسألة أساسية أولا على الأخوة في أقليم كردستان أن يقتنعوا بحالة خاصة لأون بالت اليوم عليهم أن يلتجوا إلى التفاهم مع الحكومة العراقية وبالتالي إذا كانت الخطوط التي تمر عبر أراضي كردستان قد يعتقدون أنه غير من الممكن أن يؤمنوا في هذا الإطار فهذا مسؤوليتهم وبالتالي سيعود بالضرر على موظفي الأقليم وبالتالي عليهم أن يرحموا مواطني الأقليم طوال عامين ونصف لم يستلموا رواتب هذه مسألة موضوع استثمار النفط أنا أقول الحكومة العراقية الآن تعمل ضمن الحقول التي كانت تعمل منذ عشرينات القرن الماضي حقول بابا قرقر وغيرها ويعلم ضيفك الكريم في هذا الإطار أما موضوعة حينما نتحدث حول أن الحكومة إلى الآن تذهب إلى أراضي أو حقول مستثمرة داخل كردستان فما أعتقد أن الحكومة العراقية تذهب إلى حقول موجودة داخل مدينة أربيل أو حتى أدهوك أو كبرى الشركات العالمية تعمل بها هذه حقول قديمة تحاول أن تستثمرها الدولة العراقية بما يعزز مقدراتها الاقتصادية لذلك أتمنى أن تكون هناك دعني أقول قراءة موضوعية للوضع السياسي ليقلم كردستان بعد الأحداث الأخيرة التي جرت أن يتحرك وفد كبير لزيارة الحكومة الاتحادية في هذا الإطار يكون التوصل إلى نقاط تفاهم بما يعزز مقدرات العراق الاقتصادية التي ستلقي بظلالها على واقع حياتي اليومي في أقليم كردستان أما موضوع الحقول المكتشفة بعد عام 2003 فأعتقد أن في هذا الإطار طالما لم يسن قانون النفط والغاز لغاية هذه اللحظة في موضوعة أربيل أو حتى بقية المناطق وتوابعها فأنا أعتقد هذا يخضع إلى جملة من التشريعات القانونية التي يصدرها البرلمان العراقي في هذا الإطار أستاذ هندرين نتحدث عن أو أستاذ عصام تحدث قبل قليل على أنه ضرورة أن يكون هناك قراءة موضوعية لدى القيادة أو القيادات في الإقليم فيما يتعلق بالوضع الجديد وضرورة أن يتم التفاهم بالحوار مع الحكومة المركزية حول هذا الموضوع هل تتوقع ذلك على الأقل في المستقبل المنظور؟ أولا أريد أن أكون واقعيا قبل 48 ساعة بدأ قوات العراقية باحتلال الكاركوك ووصلت إلى قريب من المناطق قريبة من أردين لماذا تسمي احتلال أستاذ أندرين؟ لماذا استخدمت هذا التعبير تحديدا؟ لأن قضية الكاركوك هي قضية أساسية في عراق وهو قضية التي صارت عليها ثورة أيام 1975 ثم بعد 1983 كل مراحل الانفاوضات مع حكومات المركزية المتعاقبة على الأراق كانت قضية الكاركوك هي الأساس ماشي ولكن هل يمكن أيضا استخدام نفس التعبير لوصف الوجود الكردي في كاركوك منذ 2014 لحد يومين؟ هل هذا كان احتلال أيضا؟ حتى أتحدث عن الكاركوك لأن الكاركوك لها حالة خاصة بالدستور العراقي وغير بعد 2007 لكان نهاية الفترة لحل قضية مناطق متنازعة في مادة 140 ولم يلتزم بها حكومة المركزية والليجانة أنا أدرك أنها قضية خاصة وقضية مهمة وقضية مركزية ليس فقط للإقليم ولكن أيضا للدولة الاتحادية ولكن استخدام تعبير احتلال إذا استخدمته فيما يتعلق بالقوات التابعة للحكومة الاتحادية يجب استخدامه فيما يتعلق بوجود قوات البشمرقة فيها أيضا وإلا لم تعد مراتك متنازعة عليها إذا لم يكن طبعا نفس الحالة الملف النفض إذا نريد تفاهم لازم نتفاهم على ملفات أخرى معناته ينطبق على الحالتين وإذا على كل الملفات المتعلقة المعلقة وخلافية بين أربيل وبغداد إذا لم نستخدم كلمة الاحتلال فماذا نستخدم نستخدمها تحرير تحرير من ملفات مواقعيها من قوات التجمع اللي صار وأنا غير عراق وغير معني بشكل مباشر بهذه المسألة ولكن كمراقب في وضع صار فيه خلل في 2014 الآن عدنا إلى ذلك الوضع فقط هذا الذي صار من وجهة وضع واحد مراقب صحيح إذا كانت يعادة الوضع إلى ما كان قبل 2014 قبل وجود تمدد الدعش في هذه المناطق وانسحاب قوات الأراقية كان ممكن أن نتفاهم على ما يكون هناك تفاهمات واجتماعات وتفاهم على هذا الوضع عندما يقرر قائد قوات المسلحة الأراقية تحت بإذن من برلمان الأراقي باستخدام القوة الذي يرفضه أو يمنعه دستور الأراقي لحسم قضايا السياسية هذه تعتبر قضية سياسية استخدام القوة العسكرية فيها ممنوع دستورين إذا نريد أن نتحدث عن هذا الدستور الذي ينتهك يوميا ماشي خلينا نعود إلى مسألة النفط التي كنا نتحدث عنها قبل قليل أستاذ هندرين نتحدث عن ضرورة وجود قراءة موضوعية وضرورة التحاور مع المركز بشأن هذا الموضوع صحيح أكيد يجب أن هناك ليس فقط على ملف النفط وإنما على ملف كثير من الملفات الأخرى للموجودة لأن اليوم هناك اختلال في توازن القوة وهناك قوات عراقية قريبة من أربيل وموجودة بكاركوك وهناك نزوح ألاف تقريبا وصلت إلى مئة ألف نازح من كاركوك وهناك أيضا وجود قوات إيرانية مع قوات حشد الشعبي في العراق وفي هذه المناطق ولهم صور منتشرة على المواقع وهناك محور هلال الشيعي يتحدث بها هناك جملة القضايا التي الآن يحدث على أرض إقليم كردستان وعلى الساحة العراقية عموما ويحتاج إلى تفاهم وعقلانية في حلها أستاذ عصام هذه مسألة أثيرت منذ سعادة القوات العراقية السيطرة على هذه المناطق مسألة الحجد الشعبي وهناك مخاوف لدى الكثيرين ومن أن الحجد الشعبي بات الآن يسيطر على هذه المناطق ومناطق النفط تحديدا إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ بالأمس سمعنا أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحجد الشعبي يعلن استعادة أبار النفط لماذا السيد أبو مهدي المهندس يدلي بمثل هذا التصريح؟ شو صفته الرسمية لكي يقول هذا الشيء؟ يعني أنا أقول دعنا نتذكر الماضي القريب أن الحجد الشعبي أقر في جلسة 26 دعاش عام 2016 في البرلمان العراقي بحضور 208 نائب ومن ضمنهم نواب التحالف الكردستاني أقر به كقوات رديفة مع القوات المسلحة العراقية ووضع لها هيكلية كاملة متكاملة باستثناء المكوة تحالف القوة السنية لم يصوت على القرار بالتالي إذا كنتم تعترضون على الحجد الشعبي كان الأحرى بكم أن لا تحضروا للبرلمان ولا تصوتوا عليه هذه مسألة انتهينا منها طالما أنه أصدر قانوفي في هذا الإطار وموضوعنا أقول أن الحجد الشعبي كان دائما حاضرا في كل المعارك التي جرت ولكن لم يكن يستخدم في هذا الإطار حتى القوات التي تقدمت في موضوع كاركوك هي قوات الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وأنا أقول بكل صراحة أن ما جرى في الكاركوك وتسليم واستلام ليس كاركوك وحدها وإنما حتى خانقين وجلولاء وبقية المناطق القريبة من أربيل في هذا الإطار كانت هناك تفاهمات بين قيادات البيش مورغي وبين القطاعات المتقدمة في هذا الإطار لم يكن هناك لا هجوم عسكري ولم يكن هناك تحرك والأحرى كان بالأكراد أن يسألوا قياداتهم التي سلمت هذه المناطق إذا كانوا يعترضون على تواجه قوات الاتحادية مع العلم من الناحية القانونية من حق القائد العام للقوات المسلحة أن يحرك القوات الاتحادية في أي جزء من أراضي العراق هذه مسألة المسألة الأخرى أنا أقول أن موضوعة الحج الشعبي هو متواجد في كل مكان موجود في الأرض العراقية موجود في الأنبار موجود في صلاح الدين موجود في الموصر موجود في بقية المناطق وليست هناك مناطق أخرى إضافة إلى كل هذا أنا أعتقد أن كبار القيادات الموجودة في إقليم كردستان تحتفظ بعلاقات طيبة مع سيد هادي العامري ومع أبو مهدي المهندس ومعاقية بقية القيادات إذا كنتم تتحفظون على قوة قيادات الحج الشعبي الأعرى بكم أن تخرجوا في اللحظة الأولى وتعلنوا موقفكم الواضح وصريح تجاه الحج الشعبي هذه مسألة الحج الشعبي أوجد نديجة لضرورات معينة قد يكون هناك اتهامات من قبل هذا الطرف أو ذاك يكون تحفظات من قبل هذا الطرف أو ذاك ولكن في واقع الحال الحج الشعبي موجود يمارس مهمه على الأرض لذلك أتمنى من الجميع أن لا في أوقات الرخاء والوئام تكونون سمن على عسل كما يقول المثل الشعبي الدارج المصري وحينما تختلفون يكون هناك انقلاب وقلب لكل المفاهيم اليوم حتى حينما تتحدثون على قيادات الحرس الثوري ما هو كبار القيادات في الإقليم استقبلة سيد قاسم السليماني ولليه زيارات في السليمانية وفي أربيل ويقيم علاقات طيبة مع الجميع بل أن الكل يعلم مدى تحركات يعني حقيق قيادات الحرس الثوري في هذا الإطار أقول أن هناك محاولة خلط مفاهيم الحكومة العراقية اضطرت للتعامل مع الموقف بعد صدور موقف الاستفتاء الواضح وعدم تراجع الإقليم على الاستفتاء مما وضع الحكومة العراقية في موقف الحرس في هذا الإطار أستاذ عصامي أود أن أشكرك للأسف وقتنا انتهى لهذه الفقرة معذرة على ضيق الوقت بسبب الانتقال إلى نيويورك الأستاذ عصامي الفيلي الكاتب والباحث السياسي كان معنا من بغداد وشكرا لضيفنا من أربيل الأستاذ هندرين أحمد الكاتب والباحث السياسي شكرا لكم